حققت جولة بلاك بينك العالمية الثانية بورني بينك نجاح كبير على الرغم من أنها لم تنتهي بعد تجاوزت بالفعل مبيعات هذه الجولة والجولة للمجموعة وحتى مجموعة الفتيات الأخرى أصبحت جولة بورني بينك هي أعلى جولة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لمجموعة فتيات أسيوية بأكثر من 31.6 مليون دولار أمريكي بإجمال 10 عروض والتي لا تشمل عروض لوس أنجلوس احتلت جولة بورني بينك المرتبة الأولى ثم ثلاثة جولة توايس بأكثر من 12 مليون دولار أمريكي بإجمال 7 عروض وجاء في المركز الثالث أيضا جولة انيوريا بإجمال 11 مليون دولار أمريكي مع 7 عروض وبمجرد احتساب جميع عروض جولة بورني بينك حتى الآن ستحطم بلاك بينك العديد من الأرقام القياسية وفي نفس الوقت انتشرت شائعات عن مغادرة روزي وكالة واجي بعد انتهاء عقد بلاك بينك مع الوكالة وذلك بعد انتبعت شركة كابيتل ميزق جروب حسب روزي على الانستجرام لذلك اعتقد العديد من البلينكي ان هذه اشارة على ان روزي لن تقدد العقد مع وكالة واجي وبذلك انقسمت الجماهير الى شقين البعض يريد من روزي البقاء مع واجي حتى لا تتفكك بلاك بينك والبعض الاخر يريد ان تصبح روزي فنانة منفردة في اخبار اخرى كما شاهدنا جميعا قدمت بلاك بينك عرضا اكثر من رائع في حدث لقالة الخيري والى جانب تفاعل الاعضاء مع العديد من الشخصيات المهمة في باريس الا ان الكارهين اصاروا جدل مرة اخرى وهاجموا ليسا استمر الكارهين في البحث عن اخطاء ليسا في هذا الحدث وشاركوا مقطع لليسا وهي لا ترقص مع باقي الاعضاء على المسرح وعلقوا بوقاحا قائلين ان ليسا كسولة وغير مهنية ما جعل محب ليسا يشارون بغضب شديد وبدأوا في الرد على هذه الاتهامات في الحقيقة في ذلك جزء من الرقص لم تكن ليسا كسولة على الاطلاق لانها كانت تحابي الاصلاح ملابسها وبعد ثانية واحدة فقط عادت ليسا للرقص مع باقي الاعضاء متزامنة معهم وبالاضافة الى هذا حقا ليسا تتمتع باحترافية شديدة لانها اصلحت ملابسها في الخلف حتى لا يراها الجمهور على المسرح فما رأيك انت في اخبار اليوم لا تنسى الاشتراك في قناتي من اجل احدث الاخبار عن بلاك بينك اراكم في المرة القادمة اشتركوا في القناة